نفت القيادة العامة في مليليا القيام بأشغال بناء في الجزر المقابلة لمدينة الحسيمة والتي تقع تحت السيطرة الإسبانية ونفى الجيش الإسباني الأنباء التي تم تداولها حول بناء مرافق جديدة له بالجزر وهو الأمر الذي قد ينذر ببروز توتر جديد مع الجارة الشمالية للمغرب وحسب الأخبار التي نشرتها عدد من وسائل الإعلام المغربية الأسبوع الماضي فإن الأمر يتعلق ببناء مرافق فوق جزيرتي لاتيرا ومار قبالة سواحل مدينة الحسيمة وهم الجزيرتان اللتان تحت لهما إسبانيا منذ العام 1559 وتنص الاتفاقيات الدولية بين البلدين على الحفاظ على الوضع القائم فيهما النفي جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس بما يعرف بالقيادة العامة لمليليا التابعة للجيش الإسباني حيث نفت هذه الأعمال المزعومة وقالت القيادة العامة منذ أوائل فصل الصيف وحتى اليوم لم يجري أي تغيير في مهام الموظفين في هذه الجزر مضيفة أنه لا توجد أي أشغال في جزر تيرا ومار المنتمية إلى جزر الحسيمة والخاضعة لسيادة الإسبانية كما نفت المؤسسة العسكرية الإسبانية التي أرأسها فرناندو غوتيريز ديار أن تكون قد نقلت مواد بناء إلى الجزر وأكدت قائلة يوجد حاليا في هذه الجزر عسكريون يؤدون واجباتهم القيادة العامة الإسبانية أوضحت أن طائرة الهيلوكوبتر التي حلت بالجزر شاءت في إطال الرحلات الجوية العادية التي تنقل مواد صيانة المعدات في الجزر ونفت أن تكون قد قامت بأشغال في الحسيمة أو في جزرها القريبة ويضاف إلى هذا التوتر بين البلدين توجه إسبانيا نحو إلغاء امتياز الإعفاء الممنوح لسكان الشمال لدخول سبتة ومليليا المحتلتين كإجراء للحد من تدافع المغربة العاملين في تهريب البضايع فيما اعتبرت الحكومة المغربية الخمسة الماضي أن ما يقع في الحدود الاستعمارية لا يمكن أن يستمر اشتركوا في القناة